في إطار سعيها لمكافحة المخدرات في مدينة الناصرية أطلقت الأجهزة الأمنية في محافظة ذقار حملة أمنية لمتابعة وتفتيش الأماكن العامة والمقاهي والمتنزهات بحثا عن مروجيها ومتعاطيها فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بخطورتها على المجتمع نفذت قوة مشتركة من القيادة الشرطة ومديرية المخدرات والمثالات العقلية في المحافظة حملة موسعة على المناطق العامة والمقاهي والكوفيات هذه الحملة شملت حملة تطقيفية قانونية توعوية وكذلك تم توزيع البوسترات والتي تحمل رقم الاتصال المباشر والساخن 178 نشطاء مدنيون أشددوا من جانبهم على أهمية التركيز على متاجري المخدرات بشكل خاص للحد من انتشارها في المحافظة وحماية الشباب منها مطالبين في الوقت ذاته بإنشاء المراكز العلاجية الخاصة بالمدمنين أن هذه الممارسات جيدة جدا ومهمة لكن التركيز على التجار أهم لأن المتعاطي هو ضحية وممكن علاجة لكن التاجر هو سبب ضياحة الشباب أهالي مدينة الناصرية رحبوا بحملة مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها من أجل التقليل من خطر انتشارها مطالبين بتكاتف الجهود الشعبية والرسمية لإنجاح هذه الحملة نحن نأيدون ندعم حملات وياري تستمر بعد أكثر لكن هي تحتاج دعم الناس وتعاونهم حتى تنجح لأن بدون تعاون المواطنين وما راح نوصل للنتيجة ثلاثة مراكز لعلاج المدمنين تم افتتاحها في غضون الأشهر الماضية في كل من بغداد والنجف وباب الله إلا أنها غير كافية بنظر منظمات مدنية وصحية مطالبة بزيادتها وتوزيعها على محافظات البلاد لا سيما تلك التي تنتشر فيها المخدرات أو التي تعتبر معبرا لعمليات التهريب وبحسب إحصاءات رسمية فإن العام الماضي شهد إلقاء القبض على أكثر من 12 ألف متعاطن ومتاجر بالمواد المخدرة في العراق في مؤشر واضح على استفحال هذه الظاهرة في المجتمع العراقي علي العتابي الحراء ذي قار اشتركوا في القناة